فالذبح لله عند القبر بدعة وهو بالحقيقة ذريعه للشركة الأكبر لأن من رأىك تذبح عن القبر فإنه لا يضم إلا أنك تذبح لصاحب القبر ويكون شركا أكبر إلى نوابه التقرب إلى صاحب القبر وتعظيم صاحب القبر لأن ذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله فهو من العبادات فإذا صرفه للقبر فقط صرف شيئا منه عن عبادة لله فأكون بذلك مشركا